موسيقى نجاكم تانا بعض الفاصل ومازال في ضافاتنا نجميل الكبير كابتن اهاب المصري كاحد نقول نجوم المقاولون العرب ايه اللي بحصل في المقاولين ايه اللي يعني مش ده المقاولين بتاع السنة اللي فاتت مش ده الاداء الراقي اللي شفناه اللي زئاب الجابن السنة اللي فات مع كابتشاو غريب اه حزين طبعا على البداية الغير موفقة انه المقاولين العرب اه يمكن بعد الموسم اللي فات مع كابتشاو غريب بتوسمت خير الموسم ده كابتشاوي عمل موسم ولا اروع في ظل الامكانات المتاحة بالنسباله عمل تدعمات في حدود المتاح كمان وفي حدود الامكانيات اه لكن بداية غريب موفقة بالخسارة امام بلدية المحلة امكان مباراة زد كانت رايحة جاية يعني عمل فقط رائعة صح وعمل مباراة كبيرة اه مباراة ناجي الزمالك برضو والعودة متأخرة يعني بعد المكان متأخر وعاد في اخر دقائق اللقاء لكن محتاجين مكسب انه المولين محتاج مكسب بيطلع بيه من النفع النظم اللي هو فيه بدأة مش موفقة لكن الاداء تدريجيا ممكن يعني بدأ يتحسن شوية مباراة زد كانت هي الافضل عكس البدايات كلها لا ونهاية مباراة الزمالك مباراة الزمالك ممكن هو بنى على النقطة يعني اتبنت على النقطة بتاعت مباراة الزمالك لا انا شافة الاداء والروح فيها كانت قوية جدا لكن مباراة الزمالك كانت قوية جدا كمان وراحت وجد كتير جدا لكن برضو انا ندي مولين بالامكانات اللي موجودة كابتن شو غريب وهو اضاف للعناصر اللي كانت يعني فيه عناصر خرجت الموسم اللي فاتت دخل عناصر جديدة الموسم ده خمس لعابين اللي مشوا دول اصروا على شكل القوام الفريق جون اوكلي جون اوكلي مع اوتا اعتقد الاتنين في اوكلي خلاص في ليبيا خلاص اه اوكلي خلاص يبقى كان فيه تصرف خاطئ داري من قول العرب انه يفرط في اللعب بالشكل ده اعتقد ممكن يكون فيه تقصير بعض الشيء لكن ماني مولين عنده خبرات كبيرة جدا في المجال ده وعنده وعمر فايد جون اوكلي جون اوكلي وقطة وعودته العارة وعيكان راح للزد اعارة تاني من برامد فرقت بشكل كبير جدا ان اوكلي كان بيخلاصه مشكلة جدا العناصر المختلفة كمان يمكن فروقة مع اوشايا مع لويسي نستروزا مع جون اوكلي مع امادونياس كان اعتقد الخماسي ده كان بيشكل قوة كبيرة جدا مع نادي المعوني العرب مع وجود عمر فايد في خط الدار ده كان بيدي له قوة فهو فقد العناصر دي بعض الشيء اوشايا موجود امادونياس لسه ينستروزا ما شفتوش الموسم ده خالص او معداش امادونياس على خطرات واله هي البداية الصعبة مثلا يعني برضو يعني هطلع من البنك الاهلي من العرب البنك الاهلي بتعصر البنك الاهلي بعد السكواد الرائع اللي جابه اللي هو اشف نصار ده قصة مختلفة اللي هي؟ انت متوفر لك كل حاجة هنا انت متوفر لك في البنك الاهلي كل شيء صفقات على اعلى مستوى سكواد قوي جدا 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 قلنا من نقطة يعني الموسم اللي فات اتكلمنا ان البنك الاهلي مش هو البنك الاهلي او مش دي المكان اللي يستحقها الموسم اللي فات واللي هو ينفس على الهبوط وخلاص كان ده كان اعلى مقربة من الهبوط بالزبط وكان عنده عناصر كويسة جدا حصل الاستمرار او البقاء في الدوري بعد كده ابراموا صفقات على مستوى عليه جدا وصفقات قوية جدا بتعمل اضافة لأي فريق وتصنع الفارق الابقاء على بابا فاسيليو طيب بعد الاربع مبارات اعتقد نتاج سلبية في صبر كبير جدا من اندارة البنك الاهلي لكن اعتقد المباراة القادمة مش هيبقى فيها صبر يعني المباراة القادمة ممكن تكون اخر فرصة لبابا فاسيليو لان البنك الاهلي عنده كل المقاومات اللي هي تساعده لو يكون متواجد في مربع ذهب تكون حتى يكون بشكل افضل من كده البنك محققش ولا فوز لحد الوقت البنك اداء الفني كمان اخر هزيمة من امبي تلاتة واحد برضو نتيجة تقيلة برضو عنوك زجاجة بنسبة الامبي تزال تعصر برضو مع كابتن تامر مصطفى رغم انه عنده برضو لعيب على مستوى بس لو هتيجي تتكلم على الامكانات الفنية والكواتي البنك الاهلي اكيد لكن فيه رجولة فيه حماس فيه تطور كبير في الاداء فده اللي ساعد فرقة امبي كابتن تامر مصطفى برضو عامل عامل تفرة كبيرة جدا